في طرف عنيد انت دماغك نشفى شوية. على قد قوتك وعلى قد ما انت بتغفر وبتسامح. لكن بتوصل لنقطة ستوب. اعتقد انت وصلت لها في العلاقة بتاعتك. عملت ستوب. واعتقد ان هتبقى في بداية جديدة بينك وبين الشريك. زي ما قلت. انت بتشتغل بدماغك. انت حاليا الفترة اللي مركز فيها كل تفكيرك. بتحاول تعمل توازن في حياتك. التفكير عندك هو اللي هيبقى غالب على الفترة الجاية. زي برضو ما كانت الطاقة بتاعك قالك. الشغل كله ان انت بتحاول الافكار كلها اللي دايرة في دماغك. انت بتحاول ترتبها. بتحاول تشوف ايه المفيد. ايه الصالح بالنسبالك. اللي انت عملته ده صحة او غلط. تصرفاتك. شايف ان انت ماسك. عرفت تحط ايدك على نقاط الضعف. نقاط القوة الموجودة عندك. انت غلطت في ايه? هتتخلى شوية. انا شايفة كمان ان انت هتتخلى شوية عن العناد بتاعك. انت عنيد جدا. ما بتحبش حط يغلط فيك. زي برضو الشريك بتاعك. هو على قد ما بيحبك. لكن في عنده اندفاع. اندفاع متهور متسرق. وانت كان مدايقك الحاجة دي جدا. انت انسان زي ما قلت في عندك اتزان عقلي. انا هنا شايفة العقل. كمان الكروت بتقول ان العقل غالب عندك الفترة الجاية. الفترة الجاية هي فترة يعني انت معلي معلية تفكير عندك او انت الفترة اللي فاتت كلها انت بتسمع الصوت اللي جاي من عقلك ماشي. فانت تعبت. انت حسيت ان انت يا ربي هو انا غلطان. فحاليا انت في فترة مراجعة مع نفسك. انت بتراجع نفسك. لكن انا شايفة انا شايفة والكروت بتقول انها ينتهي اه هو مش قريب. اه مش هتكون قريب. اه لكن مش بعيدة. يعني هي نقول خلال شهرين هتكون اه الامور استقرت مع الشريك. اه طيب نشوف انا عايزة اشوف. الآن انت الكل الكروت قدامي اه التفكير. انت تعبت من كترة التفكير. تعبت من كترة التفكير. من كترة ما بتسمع لصوت العقل. فانت تعبت. انت وصلت لمرحلة اه التعب. انا مش شايفة اه يعني حاجة برزة او مشكلة كبيرة بالعكس اه اه شايفة فرص كويسة. شايفة اه اه كمان يعني اه الاستقرار شايفة ان اهورك مستقرة. فانت تعب نفسك. انت تعب نفسك. يعني اه اه احتقد كل مشكلتك في الحياة تضخيم اه اه المشكلة. ممكن تبقى مشكلة صغيرة جدا. اه اه ومن قدر ما انت بتفكر. اه فحاول تهدي اه اه تهدي وتسيطر على طريقتك في التفكير. اه ادي فرصة لقلبك. ادي فرصة لقلبك. ما يغنيش عن ان انت اه اه تفكر. لكن ادي فرصة اه للشريك لانه هو شريك. شريك بيحبك قوي 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 قوي. اه اه اتخلص من العناد. حاول ان انت اه اه تكون مرن. يعني شوية مرونة كده اه هترتاح. اه شايفة كمان اه في حق هيرجعلك. في حق هيرجعلك. وهيرجعلك قريب قوي. اه اه انت تعرضت لظلم. اه اه وبطبيعتك ان انت اه بتفوت كتير. اه بس اه ربنا معيك. يعني ربنا واقف جنبك. ربنا هيرجعلك حقك هتفرح. هتفرح. انا شايفة اه في محاسبة. في محاسبة وانت هتشوف الحاجة دي بعنيك. اهو. انت تكسرت انت يعني قلبك مجروح. انت حسزت بجرح. لكن في انتصار. في انتصار. في رعاية. انا شايفة اه 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 ربنا اه هيردلك الحق بتاعك هتبقى قاعد ومبسوط. اه عايزة اقول حقك هيجي لك وانت حطت رجل على رجل. الحق هيرجعلك وانت قاعد حطت رجل على رجل وقريب قوي. يعني هتشوف بعنيك الحاجة دي اه قريب قوي. اه فيه من اه شايفة اه بالنسبة ليه اه اللي بيشتغلوا اه في العمل. اه في شايفة اه بعضكم بيشتغل في شراكة او مش هنقول شراكة يعني زميلك في العمل. لو انت بتشتغل في مكان. فالزميلك فيه اه العمل. اه فيه كلام اه بيتقال من وراك. اه. وانت اه كعتك. صابر. متحمل. اه. انت روحاني. انت انسان اه روحاني. اه صابر ومتحمل. اه وزي ما قلت اه ربنا واقف معاك والحق هيجي لك لغاية عندك. اه ففي شوية مشاكل هتبقى اه موجودة. اه انا مش شايفة وشاية شايفة نقل الكلام. وشاية ونقل الكلام في العمل لكن انت اه ربنا هيقدرك وهيقف جنبك والحقائق كلها. اه هتظهر. انت منتصر. انت منتصر. انت بقوتك. اه. انت انسان جد. يعني على قد الطيبة. على قد الحنان. على قد آآ كل حاجة حلوة. آآ لكن انت انسان عقلاني. آآ مش بتدي فرصة. آآ يعني عايزة اقول ايه? انت مش بتاع كلام. يعني لا لا بتقول كلام ولا يعني الكلام بيعادي قدامك. وفي كمان يعني نقدر نقول لا. هي كلها هواية. ده التقط اللي حواليه. آآ هواية كمان آآ شايفة. آآ يبرز قدامي برج آآ الميزان. آآ وفي حمل. حمل وميزان هما آآ اللي ظاهرين ودول اللي اعتقدها يكونوا الشريك. الشريك. يا حمل يا ميزان. كمان آآ شايفة. زي ما قلت انت آآ آآ روحاني. آآ رغم الضغوط. آآ لكن انت بتلجأ آآ لربنا. آآ مش مدي. آآ خليه التفكير عندك آآ آآ يعني انت من كتر خلاص حاسس ان لأ استوب. 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 انت عامل استوب مع نفسك. آآ وبتحاول توازن الامور الفترة الجاية. آآ شايفة كمان آآ يعني عايزة اقول انت بتحاول تهزب نفسك. آآ آآ الحاجات اللي انت مش شايفها ضرورية او ان هي ضرة في حياتك. آآ سواء عادات. انا شايفها قدامي. في عادات سيئة موجودة عندك. انت بتحاول تتخلص منها. آآ بتقولي كده. آآ وشايفة ان آآ مجهودك مع نفسك آآ هيكلل بالنجاح. هتقدر آآ تسيطر. آآ شايفة الشريك لو في علاقة سلسية فهي علاقة عابرة ما تقلقش منها ما تخافش. دي علاقة يعني عابرة. لا ما لهاش اي معنى. بس في علاقة. الشريك هيدخل في علاقة سلسية. آآ ما تلتفت لهاش حاجة كده وهتعدي آآ شايفة لآآ آآ المنفصلين او آآ العذاب او آآ المطلقين. انا شايفة فيه آآ رجوع. آآ لان انا زي ما قلت التفكير هو الغالب عندك بعد ما تقدر تسيطر آآ على افكارك. افكار 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 كتيرة. بعد ما تقدر تسيطر عليها آآ الحقيقة هتبتدي آآ تتفتح قدامك. آآ تظهر قدامك. آآ آآ امورك آآ هتستقر. آآ من عقلك اللي هو التفكير آآ آآ خليك زي ما انت قوي زي ما انت برج القوة رمز القوة فانت سيطر عليه ما تخليش هو اللي يدمر حياتك لأ آآ خد من التفكير آآ اللي شايفوا انه هي موسيقى موسيقى